السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة الدراسة والمعرفة درس اليوم في مادة المفيد في اللغة العربية مستوى الرابع ابتدائي الوحدة الأولى الأسبوع الأول مجال الحضارة المغربية درس اليوم هو التراكيب عنوان درس الجملة المفيدة ألاحظ وأكتشف أقرأ ما كتب في كل عمود من الجدول وأقدم ملاحظاتي لأفراد مجموعة إذا لحتم معي هنا نجدول العمود الأول في ثلاثة ديالكلمة المآثير البرنامج تعتز العمود الثاني في ثلاثة ديالجمل الجملة الأولى المآثير جميلة الجملة الثانية البرنامج شيق الجملة الثالثة تعتز الأمة بالمآثير إذن هذا هو الجدول نشوف الأسئلة انطلاقا من الجدول وحدد الفرق بين ما هو موجود في العمودين إذن من خلال هذا الجدول نقوله إشنه هو الفرق ما بين العمود الأول والعمود الثاني إذن لاحظوا معي في العمود الأول المآثير ثلاثة نقطة البرنامج تعتز إذن هذي كلمات مفردة كلمات بحدتها هنا كلمة وحدة وهنا كلمة وحدة وهنا كلمة وحدة منتنا نقوله هنا المآثير ما تنفهموا شنو ما لها هاد المآثير البرنامج ما لها هاد البرنامج تعتز شكونا هي اللي تعتز إذن ما عرفنش شنو ما بينش لنا المعنى ولكن العمود الثاني لاحظوا معي المآثير جميلة إذن هذي جملة كيينين هنا جوش كلمات إذن الجملة قد تكون مكتر من الكلمة إذن المآثير جميلة ما لها هاد المآثير جميلة إذن هذة جميلة قد توصف لنا المآثير البرنامج شيق إذن هنه كيف بل ينا المعنى هذي جملة مفيدة كيف بل لنا المعنى البرنامج ما له هذ البرنامج شيق يعني ممتع تعتز الأمة بالمآثير إذا لاحظوا معايا الفرق ما بين هذ الجملة وما بين اللي مكتوبة في العمود الثاني وما بين الكلمة اللي مكتوبه في العمود الأول تعتزو وعرفنا شو كنا يلي تعتزو ولكن هنا أعطونا الجواب تعتزو الأمة بالمآتري الأمة كتتعتز بالمآتر وكتفتخر بيها إذن هذا هو الفرق ما بين العمود الأول والعمود الثاني العمود الأول في كلمة مفردة ما كتبينش لنا المعنى والعمود الثاني في جمل مفيدة إذن هذا هو الجواب انطلاقا من الجدولي ألاحظ أن العمود الأول يتكون من كلمات مفردة والعمود الثاني يتكون من جمل مفيدة هذا هو الفرق العمود الأول في كلمات والعمود الثاني في جمل مفيدة نمر السؤال الثاني أذكر ما تفيده كل جملة من جمل العمود الثاني تلاحظوا معايا كل جملة بينه شنك تفيد إذا الجملة الأولى المآثر جميلة إذن الجملة الأولى كتبين بأن هذا المآتر كتبين بأن هذا المآتر جميلة الجملة الثانية البرنامج شيق إذن الجملة الثانية كتوصف لنا البرنامج كتبين بأنه شيق وممتع الجملة الثالثة تعتز الأمة بالمآتر لأن هذه الجملة تبين بأن الأمة تعتز وقد تفتخر بالمآتر تاريخية الجملة الأولى تبين لنا جمال المآتر والجملة الثانية تصف لنا البرنامج والجملة الثالثة تبين اعتزاز الأمة بالمآتر هذا هو الجواب على السؤال الثاني السؤال الثالث بما نسمي الجملة التي تفيد معنى تاما إذا الجملة التي تعطيناها معنى تاما نسميها جملة مفيدة جملة مفيدة حتى تبين لنا المعنى الجملة جملة مفيدة نسمي الجملة التي تفيد معنى تاما جملة مفيدة إذن هذا هو الجواب على السؤال الثالث السنتج الجملة المفيدة تفيد معنا تاما وتتركب من كلمتين أو أكثر إذن بحل قتلكم الجملة المفيدة هي اللي قد تعطينا معنى قد تعطينا معنى تام وقد تركب من الكلمتين أو لا أكثر دائما الجملة يكون فيها كلمتين أو لا أكثر كلمة واحدة ما قد تسمى الجملة إذن هذا هو الاستنتاج ديال الطرس أطبق أرتب الكلمات الآتية لأكون جملتين مفيدتين إذن هنا عدنا ربعا ديالكلمات المسجدة عالية زرت الصومعة إذن هذه الكلمات سوف نرتبهم باش نحصل على جملتين مفيدتين إذن الجملتين زرت المسجدة هذه الجملة الأولى ها هي هناك كتبتها زرت المسجدة الجملة الثانية الصومعة عالية الصومعة عالية إذن هذه جملتين مفيدتين هذه زرت المسجدة قتبي لنا مشيت للمسجد وهذه الصومعة عالية قتبي لنا بأن الصومعة عالية أركب ثلاثة جمل مفيدتين إذن فهذا السؤال مطلبنا نجيب ثلاثة الجمل مفيدة من عندنا ثلاثة الجمل مفيدة كيف ممكن إذن الجملة الأولى الأم حنونة إذن هذه جملة مفيدة كتبي لنا بأن الأم حنونة إذن الأم حنونة جملة الثانية راجعت دروسي هذه كذلك جملة مفيدة كتبي لنا بأنني راجعت دروس ديالي راجعت دروسي جملة الثالثة الفلاح ناشيط إذن هذه كذلك جملة مفيدة كتبين بأن الفلاح ناشيط ما لهذا الفلاح ناشيط كتوصف لنا الفلاح الفلاح ناشيط إذن إلى هنا وصلنا نهاية الريديو وكان هذا الدرس الجملة المفيدة في التراكيب في مادة مفيدة في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي دمتم في رعاية الله